السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة العزاء طبعا نشرت صورة الشاب متوفي واتمكلكم شفت الصورة وترحمنا له فهذا أحد الصلاة لم يعلق من مات على شرك الشيعة فهو في النار إلى جهنم وبئس المصير قلت له طيب إذا هذا الشاب ما عنده يعمل صالح فكفى بهذه كلمتك سيدخله الله الجنة شرد عليه من مات ويسب النبي والسلام وصحابته ونسائه أي أزواجه فهو كافر مشرك طبعا هاي القاعدة من ينجابها أنا ما أدري حتى كفر قريش لم يسب النساء لأن عندهم شرف أما الشعف لا شرف عندهم قلت له أحسنت اثبت أن هذا الشاب فعل مثل ما قلت يالله لو أنت أيضا تلعن وتسب نفس النبي في صحيح البخاري عدهم النبي يلعن ويسب لاسب في صحيح البخاري وتقدرون تراجعون المصادر المشكلة رد عليه المشكلة أن الشعي ينبح ويعوي ولا يدري ما كتبه فكلها تلعن وتسب وهم يتبعون ما رجعهم السبائية الآن هل أثبت لك أن اللعن هو عقيدتك وعقيدة آبائك وأنكم تسبون النبي والسلام وحتى علي طبعا ستهرب الآن قتل الأحمق والنبح أنت يا جاهل أنا أنقل من أصحي كتبك حقك أرضاع الكبير ملاي أنفك وفهمك فلا تدري ما موجود في كتبك طبعا هذا الأخ هنا لا يدري هو شنو الموجود من دواهي بكتبه ما يدري شنو الموجودة في كتبك يعني شوفوا يأكو حزورات بكتبك مثل قال تقول يقول نحن وموجودة مثلا أيضا هم حزورات كذا وكذا موجود أيضا احزر من القائل عن فلان بن فلان أو قال فلان فلان عن فلان يعني هاي الحزورات هاي الفراغات صح وخطأ يعني هاي كلها موجودة تلقاها بصائع البخاري وأيضا تلقى السب واللعن باب من شتمته أو لعنته أو كذا الباب أعتقد لا تحب يعني أبي لك الرواية موجودة سراحة طب التعليقات أيضا فكلام لهذا الأخ هنا وجهه أخير أنه ارجع وقرأ ما موجود في كتبك فأنت لك طريقين لا ثالثة لهما الطريق الأول إما تترك الكفر وتتشيع وإما تلحد إذا كنت معالد يعني واحدة من اثنين ثالثة ماكم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته